محمد عبد الله من سلطنة عمام بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وأيضا يقول لمن تكون النية في صيغة الجمع اهدنا محمد عبد الله من سلطنة عمام بارك الله فيك بالنسبة لقول اهدنا الصراط المستقيم طبعا الذي يقرأ وهو المصلي فيقول اهدنا بنون الجمع وبعض العلماء قالوا بأن كل عضو من أعضاء الإنسان يحتاج إلى هداية خاصة وهذا ضعيف ومن أهل العلم قال بأن هذا لينتظم مع جملة إياك نعبد وإياك نستعين وهو أدب مع الله عز وجل أن يسأل العبد ربه جل وعلا بهذه بنون الجمع فيقول اهدنا الصراط لأن لو لاحظت أن الدعاء إذا كان اهدني الصراط المستقيم لو وجدته أقل من حيث التأدب مع الله سبحانه وتعالى والإنسان إذا أراد أن يتحدث عن نفسه يتحدث بالمفرد يقول فعلت و قلت أما إذا جاء يدعو بين يدي الله فتعظيما لله عز وجل يأتي بهذا الأسلوب اهدنا الصراط المستقيم إذا كان الإمام طبعا هذا الأمر واضح لكن إذا كان المنفرد أو المأموم فيكون من باب التعظيم لله عز وجل وأيضا حتى تنتظم جمل الفاتحة فتكون متفقة من جهة الصياغة و هي في قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم